وجهت المدعي العامة في أوكرانيا إيرينا فينيديكتبا تهمة التهرب الضربي إلى أحد نواب البرلمان الأوكراني بجرم التهرب من سداد ضرائب بمبلغ يقارب مئة مليون هريمنا وبحسب التحقيق فإن المشتبه به كان متورطا في بناء وبيع أكثر من ألف ومئتي قطعة عقارية وكسب عليها أكثر من ثلاثمائة وستين مليون هريمنا دون أن يفسح ضريبيا عن كشفاته الأصلية وكالة انترفاكس الأوكرانية ذكرت أن الشكوكة تدور حول النائب عن حزب من أجل المستقبل دكتور ميالك وبحسب موقع البرلمان الأوكراني فقد تم انتخاب ميالك لعضوية البرلمان عن الدائرة المئة والخامسة والخمسين من إقليم ريفني